اشتركوا في القناة شكرا لك سيدتي الوزير على قبل الاستضافة مساء النور شكرا لكم على الاستضافة نبدأ حوارنا بسؤال يتعلق بالحياة اليومية للمواطن أعلنتم سنة 2016 كسنة للشروع في الخفض التدريجي لأسعار الانتغنات مع الرفع من سرعة التدفق إلى أين وصل هذا المشروع في الوقت الحالي؟ شكرا بالفعل ما نعاني فيه يعاني منه مواطن في الجزائر بالنسبة للتدفق الانترنت هو التذبذب وتكرار الانقطاعات وكذلك تسعير الانترنت التي يجدها البعض مرتفعة مقارنة بدول أخرى في الواقع احنا قمنا بدراسة الأسباب من الجانب التقني شبكة الانترنت في الجزائر تم بسطها على فترات مختلفة وبتكنولوجيات مختلفة اليوم شبكة غير متجانسة وبرنامج المسطر خلال سنة 2016 مع اتصالات الجزائر هو إحادة صيانة الشبكة بطريقة مغايرة يعني إيصال الألياف البصرية حتى الكيلوبيتر الأخير واستعمال تكنولوجية الأمسان مدام الشبكة لم تعمم مئة بالمئة يبقى هناك دائما مشاكل انقطاعات مشاكل ممكن أن نتصورها كما مثل شبكة تدفق المياه إذا كانت بعض الأنابيب صغيرة والأخرى كبيرة لازم يكون فيها عدم تجانس ويكون فيها انقطاعات متكررة وأيضا تقطعات للكوابل كذلك من ناحية أخرى هناك حقيقة أن الجزائر دائما في مشاريع بناء ومشاريع تشهيد جديدة مما يؤدي إلى وجود أضرار مختلفة للكوابل الألياف البصرية وحتى الكوابل النحاسية اليوم جاري العمل على التنسيق مع وزارة البناء وزارة الاستيكان ووزارة الأشغال العمومية حتى لا تقع مثل هذه المشاكل في المستقبل بإذن الله ومن ناحية أخرى هناك مشكلة التسعير في الواقع تخفض الأسعار بسرعة كبيرة يعني أن نقسم السعر على 2 أو على 3 أو حتى تخفض 20 أو 30% دون أن يكون هناك مخطط ما يسمى بيزنس بلان سيكون مضر جدا بالنسبة للتصارات الجزائر وبالتالي سيكون انخفاض في نوعية الخدمات بما أن الشركة لا يكون عندها إمكانية لأصيانة الشبكة ولذلك من الأفضل أن نشوف تجربة الدول الأخرى كيف الدول الأخرى قامت بتخفيض التسعير من ناحية أولى لازم رفع ساعة التدفق في الجزائر هذا ما يتم عبر الكوابيل البحرية أيضا لازم العمل على المحتوى حتى يكون المواطن يقوم بشراء خدمات عبر الأنترنت والأموال التي تستعمل لشراء الخدمات أو شراء المحتوى أو القيام بعملية الدفع الإلكتروني كل هذا يوفر مداخل إضافية لمتعاملين الأنترنت اتصالات الجزائر بالنسبة للثابت اليوم أيضا المتعاملين نقال بما أنهم اليوم متعاملين يوفرون خدمة الأنترنت نظن أن هذه المداخل الإضافية هي التي ستسمح لهم بتنقيص تسعيرها على المواطن هذه الثلاث مشاريع يعني إعادة صيانة الشبكة وتفعيل تكنولوجيات الجديدة وتعميمها زيادة ساعة التدفق من الخارج عبر الأليف البصرية وكذلك العمل على تطوير المحتوى كلها جارية الآن خلال سنة 2016 نتمنى أنه مع الكابل الجديد في بداية سنة 2017 بتفعيل شركات متوسطة وصغيرة اللي راح تساهم في خلق المحتوى راح يكون تخفيض متدريجي بإذن الله في التسعير يعني الكابل الثالث يعني اللي فكرت فيه الوزارة عقب الإنقطاع يعني في السنة الماضية عقب الإنقطاع بسبب الخط العنابة سيدخل حيث تنفيذ في بداية 2017 بإذن الله والله الكابل هذا ما فكرناش فيه بعد الإنقطاع كان مشروع قديم نوعا ما عنده بضعة سنوات لكن بما أنه كابل بحري يمشي لدولة أجنبية ويمر في يعني إقليم بحري أجنبي لابد يكون فيها يعني زيادة على الجانب التجاري هناك جوانب إدارية معقدة وعنما خذت بعض السنوات كان فيها بعض المشاكل اللي الحمد لله قدرنا نحلوها وربا صدفة خير من ألف مئات تحلت كل المشاكل ومضينا عقد إنجاز الكابل في نفس الوقت مع انقطاع الكابل عن نابا واللي كان يعني سببه حادث عراضي ممكن يحدث في أي وقت ولكن لما يكونوا ثلاث كوابيل أحسن من ثنين لما يكونوا أربعة أحسن من ثلاثة والآن هذا الكابل اللي رح ينطلق من وهران نحو فالانسيا في نفس الوقت زدنا له كابل تاني حتى يكون يعني زيادة في الدعم للحجم التدفق وفي نفس الوقت حتى يكون يعني سنين في واحد بنفس التسعين أن نعمله لكن نستفجأ أن ذلك سيتم مع مطلع ألف ونسبعتاش إن شاء الله الكابل وهران فالانسيا والعاصمة فالانسيا يتلاقوا في منتصف الطريق ويمشيوا الفالانسيا حسب العقد اللي أنضيناه مع شركة الإنجاز الأجنبية يتم تسليمهم في فيفري ألفين ونسبعتاش يعني خلال شهر فيفري ألفين ونسبعتاش يكونوا أول تجربة الإدخال وفي الخدمة بإذن الله يعني خلال ثلاثة الأول من ألفين ونسبعتاش رح يدخل حيز الخدمة وماذا عن كابل الجزائر أبوجة؟ والله هذا جانب آخر مختلف تماما عن كابل وهران فالانسيا بالنسبة لجزائر أبوجة هي أولا كان مشروع عنده بعد إنساني في إطار نيباد في إطار نيباد لكن فخامة رئيس الجمهورية أكد على ضرورة مساهمة الجزائر على أساس أنها دولة رائدة في إفريقيا وعندها مكانتها في سياسة الخارجية في إفريقيا أنها تساهم بشكل فعال ومباشر في فك العزلة على الدول الأفريقية اللي ما عندهاش حدود بحرية مثلا نيجر، تشاد، نيجيريا عندهم أشاكل في الولوج إلى الأنترنت لأنه يعني ما عندهمش حدود بحرية وكذلك من ناحية الاقتصادية ما عندهمش اقتصاد متطور ما عندهمش إمكانية مالية الخط يمشي من الجزائر العاصمة حتى العين قزام على التراب الوطني ثم يواصل من عين قزام يوجد نيجر الآن فكروا أيضا باش يمشي في تشاد ومن بعد نيجيريا ولما لا في مستقبل آخر نحو الدول الأفريقية أخرى اليوم الخط الجزائري استكمل نستعمله في الشبكة الداخلية الوطنية شبكة النقل للمعلومات الوطنية بما أنه يعني التكنولوجيا تتغير دائما في كل سنة كانت تحديث بعض الوصلات فيه ولكن في الدول الأفريقية كان تجميد المشروع بطلب من الدول الأفريقية على أي مستوى في النيجر على مستوى الحدود الجزائرية يعني لم ينطلق نيجيريا قامت بشطر من المشروع في التراب النيجيري ولكن نيجر وتشاد يعني ما عندهمش إمكانيات اليوم بعدما باحثت طويلة مع البنك التنمية الإفريقية عدنا موافقة مبدئية على أنه بنك التنمية الإفريقية هو اللي راح يقدم الأموال يمول هذا المشروع في الدول الأفريقية مما راح يسمح لنا شيئين يعني مهمين جدا أولهم اللي هو السبب الرئيسي لإنجاز هذا المشروع هو أننا نساهم في فك العزلة على هذه الشعوب تحت الدول الأفريقية لأنه اليوم كما نشوفوا الأنترنت هي اللي توصل تعليم أنترنت ساهم في تطوير المجتمع بالنسبة للصحة بالنسبة يعني ترقية المجتمع من الجانب الإنساني ولكن من جهة أخرى بما أننا راح يكون في 2017 إنجاز مشروع وهران فالانسيا راح يكون عندنا ساعة كبيرة للتواصل لحجم المعلومات اللي وصلنا من أوروبا مما يمكننا أننا نستعملوا هذا الكابل من أجل توصيل يعني استعماله بالجانب التجاري لأنه بعد نيجيريا كان دول أخرى اللي ممكن البعد التجاري فيها أهم من البعد الإنساني ولي كلها موصلة عبر وصلات بحرية انتحة ولكن الوصلة الأرضية دائما أهم وأقل تكلفة من الوصلة البحرية والجزائر ممكن يعني توصل بإذن الله أنها تصدر الأنترنت مما سيخرج يعني هذا المجال التجاري من حدود الجزائرية ويمكن المتعاملين تعنا الثابت أو النقال من أنهم يصدروا يعني الخدمات إلى الخارج وربما لما لا إذا كان محتوى الجزائري تطور مننا لهذاك الوقت ونتمنى أنه لأنه في التكنولوجية الرقمية الأشياء تمسي بسرعة بسرعة شديدة في 2017-2018 إن شاء الله نتقدر الجزائر تصدر محتوى رقمي كذلك للقارة الإفريقية هل الجزائر تتوفر على محتوى رقمي؟ والله اليوم كان ممكن كله عائقين لستطوير المحتوى أولهم هو توطين المحتوى في الجزائر هذا المشكل عائق كبير واليوم مع اتصارات الجزائر وضعنا كأولوية أولى زيادة على تحديث الشبكة وصيانتها أنه يكون الاستثمار في بنوك المعلومات حتى يكون المحتوى الجزائري أول محتوى الدولة محتوى الوزارات محتوى المؤسسات العمومية ولما للمحتوى التجاري كذلك موطن في بنوك معلومات في الجزائر لأنها سيادة الدولة على معلوماتها الوطنية أيضا عنده جانب تجاري لأنها مصدر أرباح ولكن في نفس الوقت العائق الثاني هو الدفع الإلكتروني لأنه تسويق المحتوى عبر الأنترنت لم ينجح في دول أخرى إلا لأنه كان للمستهلك إمكانية الدفع عبر الأنترنت هذا مشكلة آخر ولكن حلوية مش معقد كثير مشكلة الدفع عبر الأنترنت وسيلة الدفع عبر الأنترنت من صلاحيات بنك الجزائر اللي يمكن في كل وقت أنه يصرح بالدفع عبر الأنترنت ولكن الجانب القانوني مش مؤثر يعني ما عندناش قانون للتجارة الإلكترونية عمل تديروه مع وزارتين العدل والتجارة يعني عمل ثلاثي الأبعاد تموين المشروع التجاري اللي هو اليوم قريب يخرج من الوزارة يعني على مستوى الوزارة مع إطارات الوزارة نقوم بأول مسودة لقانون التجارة الإلكترونية اللي رح نقدموها بعد ذلك لكل الوزارات من أجل إثراءها بمحتوى كثير ومن بعد بإثن الله ككل القانون يفوت في المسل الشعبي الوطني ومن بعد البرلمان ويصادق عليه يومي يكون عندنا في الجزائر مشروع القانون التجارة الإلكترونية بنك الجزائر يعطي الضوء الأخضر للدفع الالكتروني وإن شاء الله الأمور تمشي بسرعة كبيرة نعود فقط لشبكة الأنترنت الخبراء يرون بأن الحل الأمثل لتفادي الإنقطاعات وسريقة الكواب النحاسية هي الألياف البصرية تم الإعلان أن عزم الجزائر بإنتاج هذا النوع من الألياف هناك تقدم في هذا المشروع أم من الأمر اللي يزاله فيك رفاقت والله الإنتاج الألياف البصرية لا بد يكون فيه استثمار ونظن أن وزارة الصناعة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل فتح المجال دخول الرأسمال الخاص للمجال الصناعي لأنها تقوم بتهيئة المناطق الصناعية وما إلى ذلك وتقديم تسهيلات أيضا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي نفس الوقت كان الجانب التكنولوجي نحن في كل مفاوضات مع المتعاملين الأجانب في القطاع أو في غير القطاع نقدم لهم شرط أولي وإذا كنت تبحثوا على تسهيلات لدخول السوق الجزائرية لابد أن تقوموا بالنقل التكنولوجيا على التراب الوطني والنقل التصنيع على التراب الوطني نظن أنه كان احتمال كبير أنه في المستقبل القريب يكون فيه صناعة الألياف البصرية في الجزائر وهذا بعد تفعيل القوانين الجديدة التي تقوم بها تقدمها الحكومة من أجل تسهيلات تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لأنه نظن أن الجميع فهم أنه اليوم الاستثمار خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة يمشي بسرعة أكبر لما تكون مؤسسات مصغرة ولما تكون تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص لكن هذه الصناعة الألياف راح تكون محلية أو بشراكة أجنبية؟ والله في الدرجة الأولى لا بد أن يكون في شراكة لأنه صناعة تعتمد كثيرا على الجانب التكنولوجي الجانب التكنولوجي للأسف لسنا اليوم متمكنين فيه بصفة كبيرة في الجزائر حقيقة أنها الجامعة الجزائرية تنتج كل عام إطارات وشبان وشابات على مستوى عالي جدا ولكن نقص الخبرة في الميدان وش نطلبه من المتعاملين على المجال الصناعي الوطنيين اليوم وأنهم يفتحوا المجال كما راح نعمل عليه في القطاع العام لاستحداث وحدات بحث وتطوير على مستوى المؤسسة الصناعية لأنه لما يمشي الشاب يتخرج من الجامعة بمعلومات كبيرة بمستوى عالي جدا ويروح للخارج نشوفه أنه ينجح ولكنه لما يدخل سوق العامل في الجزائر نشوفه أنه يكون في ركود هذا ليسبب بسيط لأنه لما يخرج من الجامعة عنده تكوين أكاديمي ولكن لما يروح يقوم حتى ولو كان ست أشهر من عمل ميداني في مؤسسة صناعية راح بسرعة كبيرة يحول المعلومات التي تلقاها والتي هي أكاديمية إلى المجال التقني ونظن أنه فقط في هذا الوقت يصبح فعال ويصبح ممكن يساهم في الابتكار وممكن يساهم في نقل التكنولوجيا نظن أنه إذا كانت هذه الفكرة يعني إقامة وحدات بحث وتطوير على مستوى المؤسسة وليس فقط على مستوى الجامعة إذا هذه الفكرة دخلت في العقول وقامت كل المؤسسات بها خلال سنتين ثلاث سنوات على أكبر تقدير تكون الصناعة في المجال التكنولوجية الحديثة واقعة في الجزائر بإذن الله هذا ربما يجرني الحديث إلى أربط الخبرة الأجنبية مع سؤال أو شق آخر حقيقة أنكم نفيتم إمكانية فتح رأس مال المؤسسة التابعة للقطاع في وقت ما هذه الحكاية يعني أنت شهرين أو ثلاث أشهر هل تؤكدون أو تنفون يعني الإمكانية للجوء إلى هذا الأمر؟ والله قبل أن أجيب عن السؤال فقط يعني توضيح صغير اللجوء إلى فتح رأس مال المؤسسات عامة يكون عنده سببين يا إما المؤسسة في وضعية مالية صعبة و لازم تفتح مالها يا إما المؤسسة حابة توسع نطاق الأعمال تحتها و تدخل متعاملين أجانب حتى تكون عندها أجانب يعني أجانب أو من القطاع خاص أو يعني وطنيين يعني متعامل آخر يدخل فيه رأس المال ماش توسع يعني المجالات اللي تعمل فيها و اللي تنشط فيها ما لازمش دايما أنه المواطن الجزائري يشوف فتح رأس مال المؤسسة على أنه سلبي لأنه ماش دايما سببه مشاكل مالية و ماش دايما سببه يعني مشاكل مع العمال أبدا ربما فتح أفاق أخرى فتح أفاق أخرى أيضا نشوف أنه متعاملين في التليكوم ولا في مجالات صناعية و اقتصادية أخرى لما يكونوا عندهم يعني شركات أخرى في دول أخرى دايما تكون عندهم خبرة أكبر و أسباقية أكبر في التمكن بالتكنولوجيات من الإبتكارات الجديدة يعني فتح رؤوس مال الشركة في بعض الأحيان يكون إيجابي جدا هذا فقط من أجل توضيح الرؤية للمواطن ولكن اليوم وش نقدر نأكد عليه هو أنه كل شركات الوطنية في قطاع قطاع الباريد التكنولوجي الإعلام والاتصال لا تفكر أبدا في فتح رأس الأمان لأنه من جهة الاقتصادية الحمد لله شركات في صحة مالية جيدة ومن جهة التكنولوجيا نظن أنه الكفاءات اللي تعمل فيها اليوم الشراكات التكنولوجية اللي عندها و اللي راي تطور فيها تكفيها إذا كان في مستقبل آخر يعني تحتمت أننا نمشي إلى فتح رأس الأمان راح يكون فيه مناقشة وحتى شيء ما يكون في الحافة على الملأ على الملأ بالتأكيد أطرح سؤال الآن حول سكانة والجزائريين القطيني بالمناطق الحدودية يعانون كثيرا من المشكلة التغطية حتى أنهم يضطرون بفعل القوى القاهرة أنهم يجرون المكلمتهم لهاتفية مع متعاملين أجانب هل الوزارة تفكر في حل ما لهذا المشكل؟ أجل أول شيء بالنسبة للمشكلات المتعاملين الأجانب اللي يغطيوا المناطق الحدودية داخل التراب الوطني بدنا في مفاوضات مثلا مع دولة الشقيقة دولة تونس وفي آخر تنقل كان لتونس الشقيقة أمضينا إلى اتفاقية على أنه خلال الأسبوع القادمة بحول الله أحيط حل المشكلة بالتنسيق عبر الحدود حتى ما يكونش يعني المواطن مثلا عنده شريحة موبيليس وريدو أو جيزي لما يتنقل في مناطق الحدودية مباشرة وبدون أنه يعني يقبل يفوت على متعامل أجنبي مما يخلي رصيد وينقص بشكل يعني على أساس أنه يتصل من الخارج وهو في التراب الوطني بعملية تنسيق تقنية رح نقوم بها خلال الشهر القادم مع نهاية شهر أفريل يكون هذا المشكلة تحل وبإذن الله عبر تنسيق عن طريق اليوتي منظمة دولية التليكم اتصالات سلكية واللسلكية رح يكون تنسيق مع كافة الدول الحدودية ويتحل المشكلة لكن هناك جانب آخر مهم جدا أيضا المناطق الحدودية عامة فيها عدد سكان قليل مما يجعلها تجاريا غير مربحة بالنسبة للمتعاملين لأنه هو الإجيش طاية أنه على الأقل ألف نسمة على الأقل ألف نسمة ودفاتر الشروط للتغطية سواء الجيسام أو الجيل الثالث ما تفردش عليهم تغطية هذه المناطق احنا فكرنا ولقينا أنه أفضل حل هو تفعيل الخدبة الشمولية يعني السيرفيس يونيفيرسال اللي كان هو حتى وأنه قانون 2003 سنة 2000 تع القطاع يتكلم عليه ولكن مش بشكل دقيق لم يفعل هو الخدمة الشمولية مفعلة بالنسبة للبريد ولكن بالنسبة لتلكم لم يستعمل من قبل قمنا بعملية عملية رائدة باش نجربه في بعض المناطق فقط في العهضة بالعولية وفي الجنوب وقامت سلطة الضبط بالمناقصة وكل المتعامل أخذها جزء من دفتر الشروط واليوم يبدأوا في بسطة هذه الخدمة في المناطق التي اختاروها وبإذن الله نظن مع نهاية شهر مايو لشهر جوان يكون تقييم من سلطة الضبط بالنسبة للعملية هذه ونقوموا بمناقصات أخرى بالنسبة للمناطق الحدودية ولمناطق الجنوبية حتى نحلوا هذه المشكلة تماما لأن الخدمة الشمولية ما تفترضش أنه يكون ألف ساكن أو أكثر بالعكس لما يكون أقل والدولة هي اللي يتمول تغطية هذه المناطق ومن بعد المتعامل اللي يبقالوا أنه يكتسب زبائن تماما حتى ولو كانوا قلال بما أنه ما تحملش مصاريف تغطية يعني ليس هناك خاصة للمتعامل ولا المواطن تدخل في إطار التنمية الشاملة وبما أنه تغطية حتى من تغطية الأنترنت الثابت والنقال أخذت الجزائر على أعتقها أنها تدخل في الخدمة العمومية هذا ربما يجرون الحديث أيضا عن الجيل الرابع الذي بشرته الجزائر والذي أجريت المناقصة والآن نحن في انتظار تكملة هذا المشروع إلى أين وصل المشروع الجيل الرابع؟ هل ستدخل جزائري إلى الجيل الرابع قريبا؟ بإذن الله بالنسبة للجيل الرابع المناقصة مفتوحة اليوم المتعاملين المعروفين ثلاثة سحبوا دفتر شروط كان عندهم أجل حتى شهر أفريل بشي قدموا عروضهم طلبوا أن يكون فيه تمديد لبضعة أسابيع أعطيناهم عشرة أيام تمديد حتى يضبطوا الجانب الفني والجانب التقني والمالي للعروض انتحهم بإذن الله في 23 مايه 2016 يكون الإعلان عن نتيجة المناقصة من طرف سلطة الضبط ويكون عندهم ثلث شهور المتعامل حتى يبدأوا بتسويق الخدمة ممكن يكون أقل ممكن يكون نوعا ما أكثر يعني ندخلوا فيه ثلث أربعة شهر خلال على أقصى تقدير ثلاثي الأخير بتاع سنة 2016 يبدأ تسويق خدمة الجيل الرابع فقط حبيت أن بعض الأكد على نقطة وأنه على خلاف ما كان حال عليه في الجيل الثالث بالنسبة للجيل الرابع ما حطينا حتى سقف للمتعاملين يعني عندهم حرية تغطية كل التراب الوطني بالسرعة اللي يحبوها بدون أي قيود لكن هنا كشرت أنه البداية تكون بعشرة بالمئة حد الأدنى عشرة بالمئة ولكن لي حب يروح المئة بالمئة ما عندوش سقف حسب الإمكانيات حسب الإمكانيات فقط ما حبيناش نفرضوا عليهم إجباريا أكثر من عشرة بالمئة لأنهم رهم يستثمروا في الجيل الثالث في الجيل الرابع في نفس الوقت لو فرضنا عليهم أكثر من عشرة بالمئة كان ممكن يكون مرهق ماديا بالنسبة لفوق طاقتهم والعملية تفشلة ولكن العشرة بالمئة نظن أنه أقل ما يمكن أنا نطلبه وهل يعني أنه المرور إلى الجيل الرابع؟ أنه عملية الاستعانة أو الولوج إلى الجيل الثالث كانت ناجحة بالنسبة للجزائر؟ والله ينظن أنه الأرقام تتحدث عن نفسها بالنسبة للجيل الثالث المتعاملين الثلاثة كانوا راضين جدا على النتائج المحققة حتى أنهم طلبوا أن نسرعوا لهم جزمانة البسط الشابة كانت حمت على الجيل الثالث لأنها كانت مقيدة ومتعاملين كان عندهم فرض أنهم حتى لو كان عندهم ماديا إمكانيات ما عندهم شي الحق أنهم يغطوا ولاية حتى تاريخ معين طلبوا أن نسرعوهم لأنهم كانوا راضين على تعامل الشعب الجزائري مع الجيل الثالث وكذلك من ناحية الاجتماعية أي كل جزائري لما تمشي في الشارع نشوف كل الناس في السمارتفون يستعملوا الأنترنت نظن أنها نشحت كذلك بما أنها شبكة الانترنت ثابت في بعض المناطق ما زال ما وصلتش في بعض المناطق ما زال صيانتها وما زالت إعادة تهيئتها ما تمتش بعض الأحيان نستعملوا الجيل الثالث أفضل من الانترنت الثابت نظن أنها الحمد لله نشحت للجيل الثالث ونتمنى أن نشوفوا أفضل نتائج مع الجيل الرابع ومازالت الوزارة تصير على اكتفاء بثلاث متعاملين هاتفنا قد في الجزائر؟ والله المناقصة كانت مفتوحة ولكن من ناحية الاقتصادية الشيء المعقول هو أن المتعامل اللي عنده شبكة هو اللي يقدر يزيد تكنولوجيا جديدة لأنه لو تخل المتعامل آخر كان مفروض عليه في سرعة قياسية بشينافس الثلاثة الموجودين يبسط شبكة الهوائية تنتعه في كل التراب الوطني في نفس الوقت شيء نظن أنه ممكن مش مستحيل ولكن يتطلب إمكانيات مالية كبيرة جدا بالنسبة لهذا المتعامل الرابع ولذلك نظن لذلك ما كانش متعامل رابع تخلوا يطلب على دفتر الشروط ومن جهة أخرى أيضا سيكلف أموال كبيرة بالعملة الصعبة للخزينة الدولة لأنه متعامل من واحد من الثلاثة الموجودين اليوم يعني بتكلفة صغيرة ممكن أنه يغير التكنولوجيا البنية التحتية أو من الجيل الثلاثة للجيل الرابع أما بس شبكة جديدة مئة بالمئة تكلفة كبيرة جدا يعني من ناحية الاقتصادية ليس هناك أي نجاعة اقتصادية ونظن هذا السبب ليأدى أنه فقط ثلاث متعاملين اللي طلبوا دفتر الشروط في ذات الإطار سرت هناك لا أقول إن شاعاته إنما أقاويل بأن الوزارة يمكن أن تلجأ إلى حجب أو حجب بعض التطبيقات الاتصال المجاني على غير الفايب أو الواتساب الخسائل التي يكلفونها لمتعاملين ثلاثة صحيح هذا الأمر أو؟ والله في الواقع التطبيقات هذه ما يسمى بـ تطبيقات فوق الصخف ليس مشكلة في الجزائر مشكلة عالم هناك اليوم يعني وعي بتسبب كافة دول للعالم أو ربما تقريبا كافتها لأنه كان بعضها لتستفيد ماليا من هذه المؤسسات اللي ريتفكر اليوم في إعادة النظر في مبدأ الانتراليتي ديونات يعني كل دول العالم الديمقراطية واللي فيها حرية الأنترنت فرضت على روحها أنها ما تدخلش في المحتوى يعني مهما كان التطبيق واتساب أو فيسبوك أو مواقع أنترنت كلها مسموح لها أنها تنفذ عبر الشبكة داخل الوطن ولكن مع أنه ما عندنا حتى مشكلة سياسي ولا أخلاقي ولا مع الفيسبوك أو مع الواتساب أو مع الفايبر إلا أنه فيها مشكلة اقتصادي لأنه هذه الشركة رؤوس أموالها وأرباحها كبيرة جدا خيالية يعني ما قدرش نتصورها خاصة أنها يعني عدد الأموال فيها قليل جدا واستثماراتها قليلة جدا يعني استثمارات افتراضية عبر الخط وهذه الشركة موطنها ليس في الجزائر لو كان عندها يعني تمثيل في الجزائر وتدفع على الأقل بعض من الضرائب أو بعض المساهمة في التطوير حتى لو لم تكن مالية كانت فقط يعني من ناحية التكنولوجيا ربما كان الأمر مقبول ربما يكون مقبول ولكن نظن أنه كل الجزائريين يتفقوا معايا لو قلت لهم أنه من خير الممكن أنه للأبد رح نكون وهكذا يعني الدولة الجزائرية تستثمر في الشبكة تقوم بشق الطروقات من أجل وضع الألية في البصرية وصيانتها كل عام وفي نفس الوقت استثمار هذا الأرباح التي تعود بها تروح للشركات أجنبية ما عندها لا تساهم أبدا في الجزائر لا في الاقتصاد ولا في التطوير لكن في نفس الوقت اليوم لا نتكلم على حجب هذه التطبيقات لأنه ما عندناش البديل نتمنى فقط أنه الشباب الجزائري يكون في الموعد لأني متأكدة أنه في المستوى فقط لازم يكون في الموعد لازم يتطور تطبيقات جزائرية لماذا لا واتساب جزائري لماذا لا فيبر جزائري لتكون شركة في الجزائر مقننة في الجزائر تدفعها ضرائبها في الجزائر تشغل شباب جزائري لكنها تكون في دائم بلاد تطوير تكنولوجيا تطوير المحتوى أيضا في الجزائر ويستعملوها الجزائريين مجانيا والمتعاملين لا بد عليهم أنهم يوجدوا هما وش هي الصيغة الاقتصادية اللي تسمح لهم بتثمين استثماراتهم في أرض الواقع فقط لازم الناس أنهم يفهموا لازم الشباب الجزائري يفهم أنه النجاعة الاقتصادية تطلب منهم أنهم يطوروا محتوى الجزائري وهذه التطبيقات ليس صعبة جدا على العقول الجزائرية لا بد أن نمشي في هذا الاتجاه وأننا نفكر في الجانب الاقتصادي وننشوفها فقط على أساس أنها حجب وأنها تدخل في حرية الانترنت مع أني نأكد اليوم الجزائر فقط على المستوى الدولي تدخل في مجموعة التفكير في القمم والمؤتمرات التي تنظم على المستوى العالمي في التفكير كيف تكون فيه نجاعة اقتصادية كيف تكون الدول التي تتحمل ضغط هذه الشركات العالمية كيف حلها كيف نكونوا اقتصاديا متوازنين بدون أنها تكون فيه حجب بدون أن نكون مسبح حرية التعبير عبر الانترنت حرية الاتصالات حرية المحتوى عبر الانترنت لكن نتمنى أنه ما نصلوش لهذا اليوم اللي يكون فيه يعني تدخل في الحرية عبر الانترنت عن طريق فقط أنه الشباب الجزائري يكون في الموعد وأنه يقوم بتطوير محتوى وطني لكن من ناحية القانونية يعني في انتظار حدث ذلك من ناحية القانونية هل ذلك ممكن؟ من ناحية القانونية والله القانون الجزائري يكرس حرية المعلومات عبر الانترنت لكن يعني نظن أنه سيادة الدولة على شبكتها يقدر يعطينا الحق أننا نحجب بعض المواقع إذا كان فيها إساءة للمجتمع لرموز المجتمع إذا كان فيها يعني إذا كانت المواقع تقوم بترويج لأشياء إباحية بترويج المخدرات بترويج الإرهاب هذا يتدخل في الجريمة عبر الأنترنت نظن أنه القانون الجزائري يسمح أنه يكون حجم مواقع لما تتمس بأمور يعني للمجتمع الجزائري ما يقبلها خاصة الجريمة نحو الطفل والجريمة الإرهاب أما فيما كل هو حرية التعبير فيما كل هو محتوى نظن أنه القانون الجزائري يكرس الحرية وحتى الدستور الجديد يكرس حرية أكثر وأكثر ودائما في ذات سياق هناك هيئة مهمتها هي لا أقول مراقبة المحتوى للأنترنت لكن بالنظر إلى الجرائم المعلوماتية والتجنيد عبر الأنترنت على أرض الواقع هل هناك هل الجزائر قامت بحجب بعض المواقع التي تعتبرها خطيرة سواء بالنسبة للطفل أو بالنسبة للأمن الوطني؟ والله هيئة الوقاية ضد جرائم الأنترنت التي كانت أنشئت مؤخراً بمرسوم رئاسي مهمتها الأساسية هي الوقاية الوقاية يعني ليست تدخل في المحتوى عبر الأنترنت ولكن في كل مرة يكون خطر على الجزائريين والجزائريات عبر الأنترنت هي دورها أنها تبلغ عليه وتقوم بالواجب من أجل حماية مواطن الجزائري وحماية سيادة الجزائرية لكن بالموازات مع ذلك هناك مصالح الأمن الضرك الوطني الشرطة تقوم عندهم وحدات يعني الحمد لله مستوى تقني عالي جدا اللي صهروا على حماية المواطن رغم أن الجزائريين لا يشوفوا كل هذا العمل الواقع في الكواليس دائما متابعة المجرمين عبر الأنترنت متابعة المواقع التجنيد الإرهاب عبر الأنترنت والله كالناس صهرين 24 ساعة 24 سبع أيام في الأسبوع فقط حتى المواطن الجزائريين ما يوصلش أنه يشوف هذه الأشياء يعني كل هذا العمل يقوم في الخفاء هذه الهيئة مهمتها ليس الردع مهمتها ليس التدخل في المحتوى ولا الاتصالات بين الناس ولا محتويات الإيميل مهمتها فقط هي أنها تصهر على ما يكونش مساس بالسيادة الوطنية ما يكونش ترويج للمخدرات ما يكونش ترويج للإرهاب ما يكونش مساس بالطفولة الجزائرية عبر الأنترنت نظن أنها تنجح في هذا العمل لأن الخبرة التقنية اللي عدنا اليوم في مصالح الأمن عالية جدا نتحول الآن إلى الشق الثاني في القطع وهو البريد عانى قطع البريد مؤخرا من عدة مشاكل خاصة مع النقابات كيف ما هو وضعه حاليا في الوقت الحالي؟ والله بريد الجزائر بالفعل عانى من مشاكل كثيرة لأنه بدرجة أولى مؤسسة بريد الجزائر هي مؤسسة خدمة عمومية عدنا شبكة فيها أكثر من ثلاث وستمائة مكتب بريد يعني أصغر قرية في الجزائر فيها مكتب بريد ومكتب بريد في قرية صغيرة كما ممكن أنك تصوري سيدتي الكريمة ممكن يجيلوا شخص واحد في الأسبوع أو شخصين ولكنه مفتوح ويدفع أجرة عامل وعاملين أو ثلاثة ويصرف عليه الأنترنت والكهرباء وكل ما إلى ذلك يعني مؤسسة بريد الجزائر ما عندهاش طابع تجاري في الميدان ولكنها في نفس الوقت مؤسسات تجارية واقتصادية ولا بد عليها تحقق أرباح وتصرف منها من ذلك الأرباح من أجل تطوير شبكتها كان مساعدات من الدولة كان مشاريع كبيرة كان مكاتب بريد جديدة تفتح عبر مساهمة الدولة في بريد الجزائر ولكن لا بد عليها على الأقل 80% من وجور 80% من تطوير الشبكة من صيانتها من فتح مكاتب يكون من أموالها الخاصة كان فيها أيضا بعض الاختلالات بالنسبة للتنظيم يعني تنظيم العمل المكاتب البريد وتنظيم النظام الإلكتروني نظام الانفورماتيك تعبريد الجزائر كان فيها عدة اختلالات قمنا مع الفريق الجديد اللي راح على رأس بريد الجزائر عن طريق فريق عمل بدراسات كل هذه الاختلالات باقتراح خارطة طريق اللي قمنا بتفعيلها منذ شهر جوان جوية 2015 اليوم بدأت النتائج الأولى تحت تظهر أولا لاحظنا أنه رغم أنها كانت عندها صعوبة مالية كبيرة في 2015 والحمد لله في ديسام 2015 سجلنا سنة إيجابية بالنسبة للأرباح يعني بريد الجزائر دخلت في إطار خلق الربح وخلق القيمة المضافة في نفس الوقت لاحظنا أنه مشكلة السيولة رغم أنها لابد تبقى لأنه في 3600 مكتب بريد إذا كان فيه مكتب واحد يشكي لابد أننا نحلوه لكن نقصت بشكل كبير حتى أنه المواطنين نتمنى أنهم يتفقوا معايا مشكلة السيولة نقصت بالنسبة لمشكلة يعني توزيع البريد بالنسبة للطرود كذلك ما الحقناش مئة بالمئة من النجاعة ولكن المشكلة تحسن طريقة الوقت الوضعية تحسنت كان عندنا مثلا في ولاية الجزائر الطرد أو الظرف البريدي يوزع على الأقل سبعة أيام بعد وصولها المكتب البريد اليوم مع الخريطة الجديدة وصلنا لأربعة أيام ومفروض أنه مع نهاية شهر جوان أنت تتقلص حتى ندخله في المقاييس العالمية تاعة 48 ساعة نفس خطة العمل تجري في 48 ولاية نظن أنه عن قريب بأذن الله رح نشوفه أنه تطول من يكون بعشرين ثلاثين في البيئة ما نشوفه ولكن كيف يبدأ الحقص بعين 80% يظهر النتائج لكن وش نقدر نأكد هو أنه حتى من ناحية المداخل من ناحية يعني لوبتيميزازيون تح المصاريف بريد الجزائر حققنا يعني قفزة نوعية كبيرة خلال سنة 2015 والأشهر القليلة هذه تح 2016 كذلك مع نهاية شهر جوان رح نصره 100% من مكاتب البريد إلكترونية يعني كلها تكون انفورماتيزي نحن اليوم في إطار دراسة أيضا مشروع بين بريد الجزائر واتصارات الجزائر ليسمح الاتصارات الجزائر أنها تقدم خدمت خدماتها في مكاتب البريد يعني بيع الخدمات أيضا إعادة تعبئة الخط تعالى الأنترنت في مكاتب البريد وفي المقابل بريد الجزائر ما تدفعش تكلفة التوصيل بما سيقدم لها كذلك أيضا يعني مداخل جديدة يعني تنقص أيضا من مصاريف ممكن أيضا نقدموا خدمة الأنترنت في مكاتب البريد ويكون يعني اتصال الجزائر نستمحولها أنها في مكتب البريد تقدم خدمة الويفي بالنسبة لزبائن البريد اللي ممكن نظن أنها رح يتلاقى استحسان كثير من زبائن بريد الجزائر ولكن في نفس الوقت هو مدخول مالي لبريد الجزائر رح يساعدها على أنها تدفع تكلفتها تبادل خدمات بين مؤسساتها العمليتين في نفس الوقت جاري العمل على تحكم في المجال الرقمي لأنه نظام الإلكتروني نظام الدفع تبريد الجزائر بداية تتهور لأنه قديم نوعا ما ونظر كل المواطنين يشوفوا المشكلة أنه من يروح لشباك البريد اللي يقول له سيستان راو حابس لأنه قديم اليوم الفريق اللي رح يقوم على إعادة تعديل هذا النظام وتحديثه فريق داخلي في بريد الجزائر نظن أنه أفضل شيء قمنا به لأنه لما يكون تحكم في التكنولوجيا يكون الإصلاح في نفس الوقت حتى بالنسبة لشبكة الموزعات الإلكترونية يقومون الآن بتكوين مهندسين بريد الجزائر اللي يعملون موظفين في بريد الجزائر من أجل الصيانة ننتحهم وإصلاحهم في حال تعطب نظن أنه بدأت النتائج تظهر ولكن بإذن الله خلال سنة 2016 نشوفه نتائج أكثر ربما من حسن صدف أن ذلك سيتزمن مع حلو شهر رمضان بإذن الله شكرا سيدة الوزيرة على رحبة الصدر وإلى موعد آخر شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى لقاء آخر بإذن الله شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة